استطاعت وزارة الداخلية ممثلة بشؤون الجمارك نيلة رئاسة منظمة الجمارك العالمية بالتزكية على الرغم من الظروف التي مر بها العالم بسبب جائحة كورونا وذلك بفضل قائد مسيرة التنمية الشاملة حضرت صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتقديم شؤون الجمارك أفضل الخدمات الجماركية والأمنية وفق أعلى المعايير الدولية وفق منظومة شاملة ومنهجية عمل جماركية واضحة لتقديم شؤون الجمارك أنجع الخدمات الجماركية فازت مملكة البحرين برئاسة منظمة الجمارك العالمية بالتزكية وذلك بفضل الجهود الحديثة والمستمرة التي تقدمها وزارة الداخلية ممثلة بشؤون الجمارك وسعيها المستمر لتقديم أفضل الممارسات الجماركية والأمنية لتتوافق بذلك مع أعلى المعايير والمتطلبات العالمية لتنال مملكة البحرين رئاسة المنظمة ليضاف ذلك إلى سلسلة الإنجازات في ظل قائد مسيرة النهضة والتنمية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدأ حفظه الله ورعاه ودعم واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله فإعلان مجلس منظمة الجمارك العالمية عن فوز الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس الجمارك برئاسة هذه المنظمة بالتزكية لم يأتي من فراق بل لتراكم الجهود البحرينية المتميزة والصارغة لتوجهات معالي وزير الداخلية في تطوير الأجهزة الأمنية على الصعيدين المحلي والدولي وانعكاسا لدعمه ومساندته شؤون الجمارك ليصبح ثالث عربي يتولى هذا المنصب الرفيع في المنظمة وبسواعد أبناء الوطن وكفاءتهم جاء ذلك الإعلان الذي شاركت به 183 دولة عضو في المنظمة ليكون الدليل الأكبر على ما يقدمونه للعملاء والموردين وعلى التزام رجالات شؤون الجمارك الدائم بتقديم أفضل الخدمات التي تحقق رضا العملاء إلى جانب نقطة التواصل الواحدة للمصدرين والمستوردين والأفراد سواء داخل مملكة البحرين أو خارجها فشؤون الجمارك لم تتوانى ببذل أقصى الجهود من العطاء والوفاء في الحفاظ على هذه المكتسبات وتشريف اسم مملكة البحرين في هذه المحافل الدولية ناهيك عن استمرارها في تقديم وتوفير كافة الإجراءات الجمراكية الحديثة بما في ذلك وضع على المعايير الدولية بهدف تسهيل التجارة وتحصيل الإرادات وحماية أمن المجتمع طلعنا في مركز الأخبار تفصيل البحرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة